يحب والله يحب اختلفت القصص والحكايات لكن النهاية واحدة روايات مؤلمة للاجئين يموتون في ظروف مريعة بعضهم غرقاً داخل قوارب متهالكة وآخرون اختناقاً في شاحنات مقتضة وغدت هذه القصص أحداثاً شبه يومية وربما أرقامها المرتفعة الشاهد الوحيد على خطورتها وقسوتها فبحسب منظمة الهجرة الدولية فإن نحو 235 ألف لاجئ وصلوا إلى اليونان وحدها هذا العام ووصل نحو 115 ألف لاجئ إلى إيطاليا وذكرت منظمة اليونيسيف أن 100 ألف شخص عبروا إلى مقدونيا نقطة العبور الرئيسية إلى أوروبا الغربية منذ يونيو الماضي 80% منهم لاجئون فارون من الحرب الدامية في سوريا وثلثهم من النساء والأطفال ووصل نحو 3650 لاجئاً معظمهم بدون تأشيرات قبل يومين إلى فيينا وهو رقم قياسي في يوم واحد هذا العام بينما وصل العديد من اللاجئين طريقهم إلى ألمانيا وبحسب الشرطة الألمانية فأن عدداً قياسياً من طالبي اللجوء بلغ 2200 شخص وصلوا إلى بافاريا في يوم واحد وتتوقع ألمانيا استقبال 800 ألف طلب لجوء هذه السنة أي أكثر بأربع مرات من عام 2014 أما السويد فقد ذكرت أن عدد طلبات اللجوء الأسوعية اقترب من مستويات تاريخية حيث تقدم أكثر من 3600 شخص بطلب لجوء الأسبوع الماضي نصفهم تقريباً من السوريين إضافة إلى 15 ألف سوريين حصل على حق اللجوء في السويد العام الماضي رحلة الحلم إلى أوروبا محفوفة بالمخاطر حيث قضى 2600 شخص على الأقل خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ مطلع العام أزمة اللاجئين السوريين التي امتدت إلى أوروبا بدأت في دول الجوار السوري فقد احتلت تركيا المرتبة الأولى باستيعابها لمليون وتسعمائة ألف لاجئ سوري تلتها لبنان بعدد لاجئين سوريين بلغ مليون ومائة ألف لاجئ ليحتل الأردن المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد اللاجئين السوريين فيه 629 ألف ومن ثم العراق رابعا بعدد لاجئين سوريين بلغ أربعمائة ألف ومع تلك الأرقام المهولة للاجئين السوريين الموزعين بين الشرق الأوسط وأوروبا والذي يفوق عددهم الأربعة ملايين تصبح سوريا من أكبر الدول المصدرة للاجئين في العالم وواحدة من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية منذ أكثر من أربعة عقود ترجمة نانسي قنقر